لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة انا بقول لك احسن لعيب كرة شفتوا في حياتي مع مرضونا ومسي انما الادارة دي حاجة تانية فاشل دي جامده اواردة يعني هو مش فاشل فاشل بس هو ايه يعني مش عايز اقول لك مجملاتي اوي السبب اللي هو فيه ده ان هو بيجامل الناس وبيسدد فواتيره والكلام ده فهيبقى فاشل انا اللي هتكلم بعد ذلك اولا المدربين اللي هم شغالين في الدورة المصري كلهم اسد زيتنا وحبايبنا والكلام ده صح؟ من عشر سنين صح؟ صح؟ هم هم من عشر سنين اه حد لو بصمة فيه قول انت لا انا بسألك حد لو بصمة طبعا لا لان اللي لو بصمة هياخد دورة هياخد كاس اه بطولة يعني واخد بالحضرتك فطالما ان هم بقالهم عشر سنين مفيش تجديد لازم نقلب وانطلع كادر جديد يا كابتل اه ليه بقى؟ انا رئيس مجلس ادارة وانا مش عارف رضا عبدالعال مش اجيب السيفي بتاع وابص فيه عمل ايه السنة اللي فاتته اللابليه واللابليه واللابليه واللانتو كن برس والدي مصالح والدي سبوبة هو مفيش واحد عنده طموحن ياخد بطولة من الالوز زمالك كينو ده كينو فالتة يا كابتل فالتة انا كنت في الاول كنت في الاول مفكر ان هو بيتعالع الكورة انما اتضح يا كابتل ان فكره اللعب مش عارفاه سابق مش عارفاه ما انا الاول يا كابتل لما كان يوم جاي عامل كده مستني ان حد يتحرك له عشان يحطاه محدش بيروح يبلعب مش فيه احنا مش متعودين على كده احنا ما نعرفش كده احنا للأسف ما نعرفش شوف بقى حضرتك كم سروا المتشاط الاخيرة تحديدا لما بيعمل كده وحد بيجيله بيتحط يتلقى هو هو جون فاحنا ما كناش عارفينه فانا عشان كده في الاول قلت ايه لا ده بيتعالع هو مفكر ان هو جاي دور مش عارف ايه هو بيتنظر علينا بس بعد كده لما بقيت اقرأ افكاره بحجب اننا كنت لعيب كمان زي كده فبدأت اقول لا الراجل ده الناس دي مش فهماه فبدأوا لما يفهموه بدأ ان هو بصنته لبان تقلو يبان اولا ما بيفقدش الكرة بسهولة المزبس قليل بفاول او يتضرب بمطر في الحالتين دولت اللي يمكنوا الكرة تقطع منه او الحاكم يطنش او الحاكم يطنش ما تدولوش فاول عينه على اللي جاي من وراء قبل كمان الراس حربة وقبل اللي هو تحت الراس حربة مين اللي جاي بقى باكرايت باكليف واخد بالك وبيع عنده الملكة ان هو يلعب الناس دي بيعرف يجيبوه بيعرف يهم الجول بيعرف امتى يقفع الكرة امتى يموت اللعب امتى يعلي اللعب ويصراعه لا 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 لعب مش فيه نقطة شاكر بيقوللي عليها دلوقتي بيعرف يدافع ودي المدافعة دي بقى يا كابتن ان هما اصلا بيتربوا عليها برا واخد زي ما الكرة تقطعت منك زي ما انت ايه هلبي وال بمعنى الكرو بتاعنا يا رضا الكرة معاك تهاجم الكرة ضدك تدافع من اول رأس الحربة لحد حارس المرمى احنا ما عندناش الفكرة ده رضا احنا كمان عندنا يعني خطأ غير غير طبيعي في كرة القدم المصرية ان احنا ما بنعرفش نلعب من غير كرة ما بنعرفش نلعب في المساحة ده من مين؟ مدربي بس بقى لك عشر سنين انت مطورتش نفسك انت واقف على مستوى اللي نازل ده يبقى عنده الحمية انه ده يعرف يجيب لي الجوني التاني والتالت والرابع مش هرجع بقى هدافع عشان ان انا جبته جوني بقى انا خلاص بقى موت اللعب وهو موت الكرة ولو دخل فيها جون بلوس جابت ان احنا عندنا لازم لازم الخريطة عندنا في مصر تتغير اتحاد الكرة انا ضد اللي يقولك اتحاد الكرة يقولك المدرب اللي يشتغل هنا ما يشتغلش مرتين في السنة لا طبعا انا مش لا ده المدرب هو اللي يكون عنده يعني ازا ما بقوله خلي عندك دم انت فشلت هنا قعد سنة استخبى عيد حساباتك مع نفسك قول انا اخطأت في ايه والفرق اللي انا كنت مسكها دي مشيت منها ليه ان انا كنت بها دافع كويس وبهاجمش كويس ولا كنت بها هاجم كويس وبهاجمش كويس ابدأ راجع نفسك يعني دلوقتي مثلا السنة اللي فاتت كان فيه مدرب عاب جلال كان ساب امبي وراح زمالي هو اي حد اي مدرب في مصر اهلي او زمالك او ربنا يعني نفق في صورته بقى مدرب لما يجيله الاهل والزمالك ده ممكن يرمي ولاده ايه صح ارمي ولادك وروح او فيه بعد القلو الزمالك في القرى في مصر فيه حد تاني لا فيش طيب الراجل راح بناء على ان نادي الزمالك شاور عليه وقال له انا عايزه صح صح طيب لما جيه كابتل حسام صرح وقال لك انا عمري ما اعمل الكلام ده انت عملت السنة دي انا بفكر بس جماهير بلساعد مش بهايجي عليه بس انا بقول لهم عشان اي مدرب يجي احتضنوه لان انتو الاساء انتو اللي هتقهربوه وانتو اللي هتفشلوه صف وانتو اللي هتنجحوه فالموضوع في ايد مين جماهير اولا والجماهير دلوقت يا كابتل جت واحتضنتك انت ومحمد صراحة بوجريشا والجهاز اللي كان معاك وهم عارفين ان انتو جايين انقاذ ما يمكن انقاذه الناس كلها رفضت يا رضا ما حاجش عايز ييجي كابتل مصر انا قلتلك ايه اي حد بعد حسام حسن هيخاف المقارنات هتبدأ المقارنات الكابتل حسام الكابتل حسام اللي الناس ما تعرفوهش فاز السناديد مطشين ولاعب سبع مطشيات فاز مطشين تعالي الاربع خسر مطشي الاه ده طبيعي اه واخد بالحضرتك الاربع مطشيات اللي هو تعديلهم لو هو اكسبهم بقى خد ياخد كم بونت اتناشر بونت اتناشر بونت مع الاتنين اللي هو فوز هيبقى تمنتاشر بونت ماشي مطشي الاه اللي انت ملعبتش الزمالك وملعبتش الفرق اللي هي ايه بيرامتزو والفرق الصعبة دي فانت كنت عملت مثلا تفرع انما هو ماشي وهو فيز اتنين تعادوا الاربع خسر واحد من سبع مطشيات اخد دلك طب لما انت تقيس مدرب على كده هتقول لي لا اسوا كان مركز في افريقيا زي النادي الاه انا مليش دعب افريقيا ومليش دعب انا كل مطش ولو حسابات ولو فهو هو قال التصريح ده يا كابتن واحنا قلت مع خالد الغندور قلت الايام بيننا واي حد هشاول بس كان تفكيري في الاهل وفي الزمالك مش بيرامتز بس بيرامتز عدة الاهل والزمالك السنة دي كتير فمن حقك يا عم حسان صح بس انت مفروض طالما ان انت يعني ما لتزمتش بالكلام اللي انت قلته يبقى ما تقولوش ليه لاننا وانت واي مدرب يتمنى ان هو يمسك اهل وزمالك ولما يشاول لنا نجري عليه حتى لو انت ماسك ايه صح يعني انت لو ماسك الزمالك والاهل يشاولك هتجري لانك عايز تشوف برضو وتجرب وتشوف هتنجح ولا مش هتنجح لو انت ماسك الاهل والزمالك شاولك هتجري عليه واختبال حضرتك فانت مفروض ان هي التصرحات تبقى ايه فيها هدوء شوية وفيها اه رزانة وفيها يعني يبقى الاستعمال العقل اكتر دي حاج تاني حاجة كابتن بصراحة يعني اه كابتن حسام حسن انا واحد من الناس اول واحد قلت لازم يمسك منتخب مصر كلنا وده حق لا معلش اه انا رقم واحد قبل البطولة الافريقية اللي احنا خدنا فيها التمثيل المشرف لما كاميرون بالريديف كسبنا اه انا من قبليها وانا بقول حسام حسن لازم ليه لان عنده حاجة مش موجودة فاي مدرم اولا هو لعب اكتر لعيب لعب سواء هو احمد حسن عشان ما ننساش حد مقشات دولية فعنده الحس اللي هو الدولي ده امتى يشدك امتى يحمسك زي كابتن جوار الله ارحمه كابتن جوار يمكنك وانا في المدرسة على فكرة اه يعني انت عارفك اني وانت قاعد في المحاضرة يا كابتن وضبع انت عاشرته اه طبعا بتبقى عايز تنزل يعني عايز تسيبه تنزل عايز تلعب قبل المتش بساعتين بس في حاجات بقى الحماس مطلوب اول ربع ساعة للساعة بس بعد كده المتش بتسرق مني لازم اكون عايش وقاري السيناريو كويس وقاري الجيم كويس والكلام ده يعني مش كل الموضوع انه هو حماس 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 واخت بالك كابتن حماس شوية وبعد كده التاكتب بتاعي هو اللي بيبدأ يتكلم وقرأت للملعب وتغييراتي وتغييراتي واخت بالك وتختار الافضل كل ده واخت بالك حضرتك انما للأسف هو التلت ساعة زي ما كنا مع كابتن جوار وانا طبعا بقول الكلام ده وانت يمكن مرة عارقتيني وزعلت مني انت عشرت وانا عشرت تلت ساعة كابتن بيعمل فيها كل حاجة في الكورة وبعد كده الموضوع بيبدأ يهدى الجيم بيتسرق منه دايما تلاقي الفرق على طول الكاب بتلعبنا بيزاد في نص الشوط التاني ركبانا وركب الجيم واخت بالك واحنا عملينه وقول يا رب يا رب يا رب بس في الآخر عشان الشق الدفاعي غالي بعد شق الهجوم يا رضا بالزبط كده لانه هو اهم حاجة انه ما كانش خش في جوه ماشي بمبدأ اذا ما كسبتش ما اخسرش بس في كل الموضوعات يا كابتن اه صح يعني فيه موضوعات مثلا لما انا هلعب البرازيل اه طبعا ما يخش فيها جول لا ده انا ممكن اعمل حيطة بجد اسمنتية واخد ده لك ليه لانا انا بلعب فرقة امكانياتها عالية انما ما جيش هلعب توجو وهم جاي اعمل ديفينز ما جيش هلعب ملاوة كابتن واعمل ديفينز اخد ده لك او زون ديفينز او اننا لعب هلاجمل مرتد لا فعشان كده انا بقولك مدرب الراجل بتاع وادي دجلة ده بعد اللي احنا شفناه يا كابتن لازم يمسك منتخب مصر عبقاري لو الناس دي شوف انت بتقول عليه عبقاري كابتن انت مدرب عبقاري يعني مفروض تقول ايه لا 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 احنا عندنا مدربين لا احنا ما عندناش مدربين عبقاري عبقاري انا على فكرة لو ميسك منتخب مصر ودي دجلة كله بلعب كده من الناشئين لحد فوق بنفس الاسلوب ومش فرقة مع شو بقى خلي بالك بقى القيادة هنا بقى المونس ماجد سامي مش فرقة معايك سابه ولا يخسر مش مهم المهم بص يا كابتن انت مدرب كبير وعارف مدرب كبير خد بالك من النقطة دي اللعبة كلها لما تمشي بدماغك غير لما بتلعب كده عشوائي بدماغك بالزبط حسام حسن في المطشر بتاعه كاللايس يا كابتن مش حسام حسن بس كلنا اي حد لعب قدام الراجل بتاعها دي دجلة ده اكسم بالله كشفه بالزبط اكسم ولو الناس بتوعنا بتوع اتحاد الكرة ده وانا بقولك اهو شو بير مش لعب كرة ولاعب كاس علم مجد عبقاني مش لعب كرة ولاعب كاس علم وحازم وحازم امام احرف لعيب جيب مصر لو انتو التلاتة ما قلتوش ان الراجل ده ييجي وهيعمل طفرة للمصر ومنتخب مصر امشوا سيبوا الكراسي بتاعكم وامشي لان احنا بنحب مصر وانت عايز الصالح العام لمصر واحنا شفنا بعنينا دي كان مدرب في مصر ده احسن من جزيل ده احسن من جزيل ان جزيل كان معاه لعب عبقرة انت مين فودي دجلة تعرفها كابتن بس بيلعبه بدماغ الراجل ومصمم محمد عب منصف احسن جزيل في مصر بيلعب برجلي دلوقتي زيال العيبة احسن جزيل في مصر سواء بلاج رجليه او الانفراضات اللي بيصدها صح ما بيتخدش منتخب مصر ليه ما بيلعبش في الاهلي والزمالي محمد بحمود ده اللي الاهلي جيروا وردها نتاج مين نتاج المدرسة بتاعة ودي دجلة اللي في الان السخنة اللي بقى لهم فوق السبعة ثمان سنين بيتمرنهم مين اللي قلها بارزة كابتن بيتمرن مع مداربين مصريين يا كابتن مع محمد الال ده محمد الال ده بتاع السنة اللي فاتت والقابلية والقابلية شوف النهار ده بيعمل بيدافعه ويجب ازاي كابتن فيه لعيبة احنا ما نعرفهاش بس لفتت نظر الناس دي كلها اهلي بزمالي بيجروا وراءة يعني بدليل وانت ما تعرفهمش الراجل ده بقى لو مسك اهلي ولا زمالك يا كابتن بيعمل فيه بمنتغى الامان يكسر الدنيا طيب لو احنا ما نقناش بنحب مصر ونقول الكلام ده لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة